طيب اهلا سهلا بكم في المحاضرة الثالثة من كورس الفوتشوب نهاردة ان شاء الله هناخد شوية في السيليكشن ناخد اكتر من ادايا في السيليكشن هنبدأ مع بعض ان شاء الله نفتح البرنامج طيب احنا المحاضرة اللي فاتت واللي قابليها خدنا فايل اوبن خدنا ازاي نفتح صورة موجودة عندنا بالفعل بس ما خدناش ازاي نعمل create او ننشئ صورة من اول وجديد او صورة من الصفر طيب احنا ناخد ان شاء الله النهاردة ازاي نعمل صورة دي اول حاجة معانا النهاردة فهفتح فايل هفتح نيو كنترول ان الاختصار بتاعها هتبدأ تفتحلي قايمة نيو في شوية حاجات كده عندنا في قايمة نيو مفتوح قدامي قايمة نيو اول حاجة عندي في قايمة نيو حاجة اسمها النام ايه هو النام اللي هو الاسم اسم المشروع بتاعي طيب هكتب في اي حاجة انا همحتاجها مثلا هكتب ولياكن فتشوب اسم المشروع اللي انا هكريته عندي في بريسيت ديت في شوية مأسات محفوظة موجودة في البرنامج احنا مش هنطرق لمعظمها لانهو مش هنستخدم معظمها بس هناخد فكرة سارية عندهم ايه هي كلايبورد اللي هي اول حاجة ختم عندنا اللي هي مش مدفعالة حاليا دي لو خط سكرينشوت اذا كان عن طريق زرار برينت سكرين اللي موجود في الكيبورد او عن طريق البرنامج او التول صغيرة اللي موجودة في الويندوز اللي اسمها سنابينج تول فهو بيجب لي المقاس بعد اما بعمل كده وبفتح نيو وبفتح بريسيت هلاقي اول حاجة كلايبورد دي بيديني فيها المقاس بتاع الشاشة او الجزء اللي انا عملتله سكرينشوت تمام دي غالبا مش هتستخدمها خالص او هتستخدمه قليل جدا طيب دي فلت شوب سايز ده مقاس عادي جدا دي دي ايه تاني اللي هي البريسيت دي شوية مقاسات محفوظة تسرعه عليك شغلك طيب يو اس بيبر خلينا مسلا نخش في يو اس بيبر او خلينا نخش الاول في الانترناشنال بيبر عشان دي هتبقى اشهر بالنسبة للناس لو دخلت في الصايز بعد ما اخترت في البريسيت انترناشنال بيبر بعد كده دخلت في الصايز هلاقي في عندي شوية حاجات جوا الصايز يعني اخترت الاول كاتيجوري تاع انترناشنال بابر وبكافحت سايز لديت فيه كاتيجوري تانية طيب ايه هو الافور اللي هي الورقة الفولسكاب ورقة العادية ورقة الطباعة طيب عندي اي سيكس و اي فايف و اي ثري تمام ال اي فايف ديت اللي هي ايه اللي هي نص الافور يعني لو قسمت كده الافور نصين هيديني اي فايف طيب الافور جنبها اي فور تانية يعني دعف الافور بيديني اي ثري تمام طيب دي اشهر حاجات اللي احتاجها بالنسبة الانترناشنال بابر طيب اي اس بابر دي برضو حاجات مش احتاجها دي اللي هي حاجات تخاصة بامريكا اللي هي الليتر والليجل والكلام ده مش احتاجها خلص طيب بالنسبة الفوتو الماسات بتاعت السور نين في ثلاثة اربعة في ستة خمسة في سبعة تمانية في عشرة الحاجات دي وفي الفريجن الاعلى هتلاقي الماسات دي مختلفة هتلاقي التدق من عشرة ما علينا هنعرف ايه الماسات دي لو لاحزنا ان انا كلما باختار حاجة مختلفة هلاقي الويتز اللي هو العرض بدأ يتغير والهيط بدأ يتغير والريزيليوشن بدأ يتغير والكالر مود والكلام ده كله احنا هنيجي الاعدادات دي ان شاء الله بعد ما خلصت طيب الويب احنا في اول محاضرة خالص قلنا الفتشوب بيستخدم بشكل اساسي في ثلاث حاجات رئيسية وكل حاجة من ثلاث حاجات دول بيتفرع منها حاجات تانية ايه الثلاث حاجات الرئيسية دول اللي هو قلنا التعديل الصور ويه الاعلى نات ويه تصميم وجهات المواقع فهو في البريست تاعت الويب لو دخلت عالصايز هتلاقيه جايب لك اشهر مأسات مستخدم انا ده كله ليه انا ده كله عشان اختار المياس اللي هشتغل عليه المشروع بتاعي ماشي لو دخلت في البريست تاني دخلت في موبايل اندي ديفايسيز انا دلوقتي مثلا عايز اعمل وجهة الابليكيشن تمام عندي ابيليكيشن وعايز اعمل له وجهة الوجهة اللي هي ايه لو مثلا موجود فيها لوجين واليوزر نيم والباسورد وكلام ده كل فانا محتاج اعرف مأس الموبايل فهنا برضو في الصايز لو جيت افتح الصايز كاتجور الاولين اختارته موبايل اندي ديفايسيز تمام بدأ يجيب لي في الصايز اشهر المأسات للموبايلات طيب لو انا مأس موبايلي مش موجود في دول او انا مش عارف مأس موبايلي كام في كام فبلجأ لعمة جوجل تمام ده في اي حاجة من دول في المنت فيديو احنا قلنا الفوتشوب ممكن يعدل فيديوهات وممكن يعمل حاجات 3D بس هم مش متخصص في ده فهيتعيبك كتير ومش هيتطلع لك الجودة اللي انت عايزها ومش هيقى بالسهولة اللي انت عايزها او اللي انت متوقع فبيديك هنا انظمة الفيديوهات وكل نظام طبعا جوا مأس انتي السي والبال HDV والكلام ده كل لو تحت كده فيه 2K وال4K ما اناش احنا ادعوا بالحاجات دايت طيب اخر حاجة custom ايه انا مسلا دلوقتي عايز اعمل cover للفيس cover احنا في الحاجات اللي احنا لسه عرضان هذي كان فيها cover كانش فيها cover طيب انا عايز اجي اعمل cover للفيس هجيب مقاسه منين هجيب مقاسه من جوجل هكتب facebook cover او ايام ما يكن بقى cover اللي انا عايز اعمله cover انستجرام او cover للفيسبوك او لتويتر او يوتيوب ايام ما يكن ايه هو بكتب على جوجل الحاجة اللي انا عايزها ولياكم مثلا فيسبوك cover size بيبدأ يجيب لي size بتاعي طيب خلينا نشوف ايه الاختيارات اللي موجودة عندنا هنا اول حاجة الويتث اللي هي العرض تاني حاجة الهيط اللي هي الطول تالت حاجة resolution اللي هو الجودة على يمين كده كل واحدة هلاقي جنب الويتث والهيط هلاقي في الوحدة نفسها اشهر تلت حاجات او اكتر حاجات هنستخدمها في كل حاجات ديت في السبع حاجات دول اللي هما البيكسلز والسانتيميترز والمليميترز تمام البيكسلز هستخدمها امتى فاكرين ساعتما تكلمنا على cmyk والrg في الRGB الRGB قلنا نستخدمه للشاشات اي حاجة تعرض على شاشة على مبايل على برجكتور اي حاجة من دول طيب اي حاجة تعرض على الشاشات برضو نفس الشاشات اذا كان شاشات موبايلات او تابلت او برجكتور او كلام ده كله فهستخدم بيكسلز طيب حاجة هتطبع اذا كان بقى بانر اذا كان كارت شخصي اذا كان دعوت فرح اذا كان ورق اي فور اذا كان الكلام ده كله هستخدم ياما الصنتي ياما الميلي طيب عندنا حاجات تانية الانش وعندنا البوينت والبيسيز وكلام ده كل ما احنا مش هنستخدم الحاجات دي تقريبا نخلص يعني الوحدات دي مش مستخدمة هنا اللي انا عايز اعرفه بس ان الوحدات دي البيكسلز بستخدمها انت لما اعمل حاجات المبايلات او شاشات او اي اما يكن حاجة مش هتطبع والصنتي او الميلي يعني الصنتي في عشرة ميلي فانا انا مسلا عايز اعمل كوفر فيس زي ما قلنا فعندي هنا الويتس تمام بتاع كوفر الفيس تلتمية واحد وخمسين في تلتمية وخمسة عشر ده اللي هو البروفايل هتلاقي بقى الجروب مختلف عن الايفينت عن الكلام ده كله طب انا عارفت الحاجات دي النيه من جوجل نيجي بقى الريزيليشن يبقى انا عارفت الويتس والهايت ياما بجيبهم من على جوجل او بلاقيهم موجودين هنا هم بينزلولي من المقسات المحفوظة في البرنامج بالنسبة الريزيليشن ايه هو الريزيليشن احنا كلمنا في الاول خاصص عن نظامين في اول محاضرة لو فاكرين النظام كان اسمه راستر ونظام التاني كان اسمه الفيكتور قلنا الراستر ده اللي هو الفتشوب شغال بيه اللي هو عبارة عن ايه ان هو الصورة عبارة عن شوية بيكسلز طيب وقلنا ان الصورة لو جيت افتاحها بيكون ليها طولها وعرضها والدقة بتاعتها اللي هو الريزيليشن بتاعها فانا لما باجي اكاريت بروجيكت جديد باجي اقول له اعمل لي العرض كذا والطول كذا والريزيليشن كذا او الدقة كذا طيب انا هعرف الريزيليشن منين او انا هعمل الريزيليشن على اساس ايه اللي متفق عليه او اللي هو الديفولت في على مستوى العالم لو انا هطبع حاجة هستخدم رزيليشن 300 لو انا هرفع حاجة على الفيس او اي مواقع السوشيال ميديا باستخدم رزيليشن 72 يبقى ثاني لو هطبع حاجة تلتمية لو هشتغل على حاجة على الفيس او على تويتر او على بريزنتيشن مسلا بعمله عشان اعرضه في اي حاجة او صورة مسلا بعملها عشان اعرضها في باوربوينت مش هتطبع فباستخدم رزيليشن 72 طيب انا ممكن ازود عن 72 ولا لا وهل ده في مصلحتي ولا لا اول حاجة انا ممكن ازود براحتي بس مش براحتي قوي يعني مش براحتي قوي انا كلما مزود في رزيليشن فالمربعات احنا قلنا ايه هو رزيليشن ده اللي هو عبارة عن ايه عدد البيكسلز في وحدة معينة في وحدة مساحات معينة فانا كلما بزود الريزيليشن فكلما بزود البيكسلز فكلما بزود الداتا اللي في الصورة فكلما حجم الصورة بيبدأ يزيد فانا ولياكم مثلا هعمل خلينا نجرب كده هعمل بانر مثلا تسعة سنتي تسعة متر اعسف في ولياكم مثلا نقول خمسة متر او خلينا تلاتة متر تمام وخليت رزيليشن تلتم ايه طيب شايفين على يمين كده في حاجة اسمها على يمين تحت في حاجة اسمها image size ده اللي هو ايه اللي هو حجم الملف بتاعي من غير ما حط في اي داتا الملف ابيض ولا كلام ولا صور ولا شيبس ولا اي حاجة تعالوا نبوص كده الامج size دلوقتي قد ايه الامج size دلوقتي عشرة جيجا ونص فانت تخيل الملف عندك فاضي مساحته قد ايه عشرة جيجا ونص فانت يعني كده لما تيجي تحط بقى الصور وكده فممكن يخلص معك مسلا على خمساشر جيجا ده كده كمساح لما تكلمناش في رام في استخدام رام او في استخدام بلسسور فانا لو هطبع مسلا حاجة بالحجم ده هطبعها مسلا عشان انا حطها على مبنى فهتبقى قريبة من عيني اكيد لا انا هتبص عليها من بعيد فانا مش هبص على جود الصورة من قريب انا مش هتبقى حاجة اقصادي زي مسلا كارت الشخصي فممكن اقلل فيها مسلا نخليها 72 بدأ الامج size ينزل نص جيجا اللي هي 720 ميجا تمام فنزل نص جيجا فكده مناسب شوية طيب وهكذا فانا ابدأ اشوف الدنيا مع بعض المساحة ديه ويه يتناسب معها بحيث ان انا مزودش قوي في الريزيليوشن فيبدأ الملف يبقى كبير فما عرفش اشتغل عليه ويملا لي السيو يستهلك الرامات والبروسيسور على الفضل وغيك اصلا في الناس اللي اشتغلت في الطباعة في المطبع نفسها ممكن مثلا لو تطبع المكان اللي بيطبع المساحات الكبيرة ديت صاحب المطبع يقول لك اخر حاجة في الريزيليوشن عندي مثلا 30 ده المساحات اللي هي تبقى كبيرة فده بالنسبة الريزيليوشن اما لو انا هستخدم مثلا كفر للفيس كفر للفيس قولنا ايه للفيس مش هيتطبع نرجع تاني بيكسلز المساحة بيكسلز 851 في 315 الريزيليوشن مفروض ان هي حاجة قلنا هترفع على الويب او حاجة الويب مش هتطبع فبقى 72 ممكن نزوده ل300 اكيد ممكن نزوده ل300 بدا لما هو حجمه صغير ومش هيؤثر معي طيب فالجوه ده بتاعته هتبقى افضل خلصنا من حتة الريزيليوشن ايه بقى هو 300 وايه هما ال72 اصلا يعني احنا نحط عاديين نتكلم على ارقام واحنا مش عارفين اصلا ايه هي الارقام دي 300 دي معناها 300 بيكسل لكل انش لو جينا نبص كده جنبيها بيكسل سلاش انش ده معنى ايه انه هو بيكسل لكل انش 300 بيكسل لكل انش يعني كل انش حط لي فيه 300 بيكسل يعني 300 مربع تمام فده جودة الصورة او لما عمله 72 فمعناه انه هو 72 بيكسل في الانش فانا مثلا لو عندي صورة 3 انش فهيبقى عندي هضرب مثلا 3 في 300 فهيديني 900 بيكسل يبقى الصورة عندي كل المربعات اللي فيها عبرها عن 900 ما علينا الجزية دي الجزية دي بس عشان تبقى فاهم الدنيا مش مش هتحتاجها في التطبيق اللي عملي طيب عندي بعد كده حاجة اسمها color mode فاكرين ساعة بكلمنا على الارجي بي والسي ماي كي قولنا الارجي بي ده لو هشتغل حاجة لشاشات وسي ماي كي الوان طباعة او الوان مائية وعندي جري سكل دي لو هعمل حاجة وبيدوسه تمام بتماب واللاب color ديت مش هنتكلم عليها دلوقتي طيب عندي حاجة اسمها 8 بت وحاجة اسمها 16 بت و 32 بت دي عمق الالوان يعني عمق الالوان ده نعمل سيرش عنها ده كل واحد يعني مثلا 8 بت بتشيل عدد معين من الالوان من درجات الالوان 16 بتشيل عدد اكبر 2 و 30 اكبر واكبر فانت كل ما تزود كل ما تلاقي الامج size بدأ يزيد معاك كل ما تلاقي الجودة بتاعتك زادت بس فيها مشكلة مشكلة داية هنتكلم عنها ان شاء الله لو في وقت نذكرها في المحاضرات الجاية اللي هو الـ 32 فافضل حاجة لو انا عايزة اشتغل حاجة برزيليشان عالي اشتغل على 16 بلاش 32 و 30 يعني اشتغل على تمانية تشتغل معك عادي طيب عندي اخر حاجة الـ background كونتينس عندي حاجة اسمها white حاجة اسمها background color وحاجة اسمها transparent نتكلمنا على background color والفور جراوند color طيب الـ white اللي هي ايه اللي هي الابيض والترانسبيرانت اللي هي شفاف ماشي فانا الـ background كونتينس انا هفتح صفحة جديدة فالصفحة جديدة بيقول لي الـ background التاعتك عايزها تبقى بيضا ولا اللي عايزها تبقى باللون اللي في الـ background اللي هو دلوقتي برضو ابيض ولا عايزها transparent يعني transparent انا مسلا عندي logo الفودافون تمام اللوجو الفودافون ينفع الخلفية تبقى بيضة يبقى المربع اللي وراه ابيض اكيد لا ليه عشان لو جيت احطه على صورة تانية مايبقاش في مربع ابيض وليكن مسلا صورة زرق مايبقاش الصورة كلها لونها زرق واللوجو حواليه مربع ابيض فلازم اخلي اللوجو على خلفية شفافة وهكذا واردو ليها اكثر من استخدام تاني اللي هو transparent ان شاء الله انا اتعرض له خلال المحاضرات الجاية عايزين يشوف شكل transparent ناس مش متخيلة مثلا عملت transparent فهو يجب لي اللي وراه الشاشة كده لا هيجب لي شكل معين هيبين لي او هيفهمني ان الجوزء ده عمول له transparent طيب لو دست اوكي انا كده مختار transparent انشي دي واحدة نزاح اعتقد اللي هي البوزة بالضغط واحدة القياس نستعمل 16 ولا 8 اشتغل على 8 عادي ولاي الجده لما تحتاج تشتغل على 16 طيب انا دلوقتي اخترت ال back ground contains transparent وعايز اشوف الشكل التاعه لو جينا نبص كده هنلاقي فيه مربع ابيض ومربع رمادي في كله الصفحة كلها بالشكل ده ده معنى ان انا لو شفت اي جزء من الصورة بالشكل ده اعرف ان الجزء ده شفاف يعني اي شفاف يعني لو طبعته مش هيديني اي لون ولو حطته على صورة تانية فهيبقى شفاف مش هيظهر اي حاجة وهنستفاد من الكلام ده بعدين اصلا هيبقى فيه صورة صور لها خلفية وهنحاول نحاول الخلفية دي لحاجة شفاف او هنمسح الخلفية طيب خلينا نرجع لموضوعنا خلينا بقى نفتح ايه بريست خلينا نفتح international paper ونقفل المشروع الاولاني ماشي دلوقتي هناخد السيليكشن ادوات السيليكشن ادوات لبتعمل اللي سيليكشن هناخد اول اداتين معانا وهنفهمهم بطريقة بسيطة بعد كده هنستخدمهم في مشروع او اكتر المشروع هناخد اول حاجة الدايرة والمربعة لو جيت عندي اول حاجة احنا اخدنا الموف دول اختار حرف الفي بعد كده عندي المجموعة الادوات دي اللي هي rectangular و elliptical تباهم دول اللي هو المربع والدايرة او المستطيل والبيضاوي اللي كانوا في الشيبس اللي استخدمناه من المرة الجاية المرة الفاتت اكيد يفرقوا ما هتزهر لكم والله يعني هو اليوم كان طويل شوية وانا مرهق فممكن تلاقوا في شوية حاجات بتوع مني تمام اه فاني خلان نكمل كانوا نحاول نركز بس في الشرح وياني نفهم احنا وزده انا طيب اه rectangular و elliptical اول حاجة دولي بيعملوا تحديد التانيين كانوا بيعملو شكل ايه الفرق انا ليه اصلا بحتاج ان انا اعمل selection انا دلوقتي لو عايز اشياء الخلفية فانا محتاج ان انا حددها عشان عارف اشيالها احددها ازاي عن طريق ادوات التحديد. ايه هما اداة التحديد? احنا هنبدأ مع النهاردة ان شاء الله مع اول كام اداة التحديد. يبقى دي استخدام ان انا حدد خلفية عشان اشيلها او احدد خلفية عشان اطبق عليها تأثير معين زي اصلا اما مرة اللي فاتت خدنا تأثير ان انا ازاي اغير الالوان. انا ممكن مبقاش عايز اغير الالوان كلها. انا عايز اغير مثلا لون العين. لون عين الشخص. فلازم احدد عين الشخص عشان اعرف اغير لونها. عايز تغير لون اه الخلفية او عايز اطبق اما مسلا عايز اخلي خلفية كلها ابيض واسود وانا بس الالوان فانا لازم احدد الخلفية عشان اعرف اطبق عليها تأثير الابيض ولاسود ممكن احدد عشان ارسم يعنية احدد مربع ورحمل اونه تمام ممكن احدد حاجة عشان زي ما قلنا ان شاء لا يبقى احنا كده قلنا ممكن احدد حاجة عشان نرسم نرسم في الجزء ده وده ده ده اول حاجه هناخده ممكن احدد جزء معين عشان اطبع عليه تأثير او احدد جزء معين عشان امسحه طيب خلينا ناخد او الوحدة هلاقي عندي هنستخدم الوفشن بورد دلوقتي شويتين ثلاثة في شوية حاجات اول حاجة لو دوس كليك وسحبت بدأ يعمل معايا مستطيل طيب تعال ندوس كليك تاني واسحب هلاقي الاولاني اختفى بس انا عايز امربع فادوس شفت التحديد الاولاني اختفى اهو لأ كل ما اعمل واحد التاني ايه اللي قبليه بيختفي كل ما بعمل واحد اللي قبليه بيختفي تمام طيب انا عايز اعمل اه وليكن دايرة فابدأ هدوس كده صارها حرف الام هدوس على شفت اعمل وليكن دايرة بالشكل ده طيب اول حاجة سيليكشن مختلف عن الشيب السيليكشن عبارة عن ايه عن نقط او شرط بيضة وسودة بيتحركوا دا لو انا طبعت الورقة دا دلوقتي مش هيطلع اي حاجة مش هيظهر اي حاجة طلع ورقة بيضة طيب ليه التحديد دا شيء وهمي وهنعرف يعني وهمي دلوقتي اما الشيب لما كنت بعمله فهو لو كان ليه اطار فالاطار دا لو طبعت هيطلع ولو سيفته كصورة برضو الاطار شكله هيطلع معي اما السيليكشن فشيء وهمي انا دلوقتي لو دست كليك بره وبدأت اسحب فيمسح لي الاديم ويعمل يده يعمل لي سيليكشن جديد فانا لو اختارت تاني اوبشن دا وجينا ببص على اوبشن بار فوق انا دلوقتي محدد اول واحدة اللي هي مربع واحد بس لو جيت شاورت عليها هتلاقي في ايه نيو سيليكشن انت لما بيحددها وبتعمل سيليكشن جديد في مسحلك القديم ويحتفظ لك بالجديد تاني واحدة هنلاقي مربعين كده داخلين في بعض اللي هي اد 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 سيليكشن انا بقى اد للسيليكشن دا اد تو سيليكشن انا بقى اد للسيليكشن اللي عندي فانا هبدأ ادوس كده ممكن نرجع كنتر والت زيت زي ما اخدناها المرة اللي فاتت نرجع تاني تمام وادوس هنا كليك واسحب وادوس هنا كليك واسحب بالشكل اه ده فبدأ يضيف ليه للتحديد دي انا عندي دايرة واضفت لها دايرة واضفت لها دايرة تالت هاجل تيالة اوبشن بقى اول واحد لو انا محدده حملت سيليكشن جديد فيمسح لي القديم ويبدأ يعمل لي سيليكشن جديد التاني بيعمل ايه بيحتفيز لي بالقديم وبيبدأ يضيف له التالت بيعمل ايه بيبدأ يعمل ايه يعني بيحذف فلو دوست هنا قليك الشكل دا كده لو دوست هنا ايه يحذف لي من التحديد ممكن مسلا اعمل واحذف الجزء دا كمان فانا عندي دايرة متضاف لها دايرتين اللي هما كونوا معانا شكل الودان وحزفت منهم دايرتين اللي هي دايرة دي والدايرة دي فتكون لي شكل العنين وحزفت الشكل ده فعمل لي واحد منبهر طيب فالبق والعنين دلوقتي مش معانا في السيليكشن فانا ممكن اضيف جزء زي كده هيدا يعمل ايه البق اللي بيضحك وممكن امسح الجزء ده تاني طيب الجزء دي بس محتاجة شوية تخيل عشان تعرف ترسم حاجة زيك احنا اصلا احنا ليه بنرسم عشان نفهم بس ايه الاوبشنز دي اللي هي النيو والاد والسبتراكت رابح حاجة معانا الانترسكت ديت اللي هي تعمل ايه دي تعمل تقاطع يعني يعني لو عملت دايرة دلوقتي فالدايرة دي هتتقطع مع الشكل فين في الجزء اللي فوق اللي هو من نص المناخير فهو يجيب التقاطع بتاع الدايرة مع الشكل ده بالشكل اللي ظهر قدامنا يبقى تاني الاربع اوبشنز تاني اول واحدة تعمل نيو يعني ايه تعمل نيو يعني انا لو عندي سليكت قديم وعملت واحد جديد فتحزف للاديم وتبدأ تعمل لي واحد جديد تاني واحدة اللي هي الاد اللي هي تعمل ايه اللي هي بتضيف لي يعني انا عندي سليكشن قديم ممكن اضيف له سليكت جديد تالت واحدة اللي هي تعمل subtract اللي هي التمسح يعني مسلا لو انا عندي دايرة ممكن امسح منها دايرة تاني زي مسلا لو انا عايز اعمل هلال لو هعمل هلال هعمل ايه اقول مسلا نضيف لي دايرة هنا سحلي منها ايه الدايرة دي فعملت معايا شكل الهلال وهكذا ده بالنسبة للاربعة اوفشنز طيب لو جنا نرجع للمربعة هلاقي في نفس الاربعة اوفشنز مش مختلف عنهم في اي حاجة طيب تعال بقى نطبق الكلام ده على مشروع تعالوا مثلا نجيب حاجة زي كده ياما فايل وابن ياما بسحبها واسيبها فوق خائمة ليرز او في الجزء اليمين عموما ايه طيب انا عايز اعمل ايه انا عايز احدد الشبابيك دي عشان اخلي اغير لونها مثلا فعشان احدد اختار اول حاجة المربع اللي هو الريكتانجلر وابدى ادوس كليك واسحب عايز اطبق عليهم اي تأثير او مثلا ممكن ااخد الشباب كله من بره مش الاز بس بالشكل ده انا بقى محدد انه واحدة محدد النيو فلما جيت احدد الشبابيك التاني مسح لي الاولاني ليه عشان انا كان عندي سليكشن قديم فالنيو بتعمل ايه بتمسح السليكشن القديم وبتعمل سليكشن جديد فانا اختار الاد وابدى اضيف الشبابيك الاولاني بالشكل ده وابدى اضيف ده وابدى اضيف ده بالشكل ده كده واضيف ده بالشكل ده انا دلوقتي ممكن اطبق عليهم اي تأثير انا مسلا دلوقتي كنت عايز احدد كل حاجة مع هذا الشبابيك صح على سبيل المثال انا دلوقتي محدد ايه انا دلوقتي محدد الشبابيك عايز عكس التحديد فهعمل ايه عندي حاجة في سليكت قائمة سليكت فوق اسمها انفرس كنترول شيفت ايه ده الاختصار بتاع تعمل ايه انفرس بتحدد لك كل حاجة مع هذا اللي انت محدده يعني دلوقتي محدده ايه محدده كل حاجة مع هذا الشبابيك فانا مسلا لو عايز اغير شكل المبنى كله مع هذا الشبابيك فانا حددت الشبابيك اسهل لي وبعد كده عكس التحديد فها حددت لي كل حاجة معادة الشبابيك ازاي عن طريق قائمة سليكت وانفرس احنا مفروض ان احنا جربنا الادجاستمنت ديت تمام فياني اتمنى الناس تكون فعلا جربتها احنا ناخد كام حاجة دلوقتي ممكن مسلا نطبق عليها الهيوان ستوريشن اللي خدناها المرة اللي فاتت شايفين دي حاجة اسمها layer mask اللي هو الشكل الابيض اللي ظهر جنب الادجاستمنت layer نعملنا layer جديد اللي هو عليه الشكل وجنبيه المفروض كان بتظهر الشكل الابيض بس هو دلوقتي ظهر ابيض بس في حاجات سودة ايه الحاجات السودة دي دي حاجة خاصة في layer mask ايه هو layer mask ان شاء الله هناخده في المحاضرات الجاية خلال المحاضرات الجاية بس انا دلوقتي لو عامل selection وبعد كده طبقت اي adjustment هلاقي selection ده اختفى وهلاقي لو جيت اغير في adjustment اللي بيتغير الجزء اللي انا كنت عامله selection بس فانا دلوقتي اصلا لو غمقت فكل حاجة هتغمق معادة الشبابيك بالشكل ده كده مصر كنا قل مسلاً situation بالشكل ده او قل التشبع فانا تاني عملت ايه عملت select للشبابيك الخمس شبابيك بعد كده اا عملت inverse select و inverse عشان عكس تحديد عشان احدد كل حاجة معادة الشبابيك بعد كده روح تدايس على ال hue and situation فعمل لي التأثير ده اا على الجزء اللي انا كنت محدده بس ده احنا كده ربطنا adjustment بي selection احنا كده اخدنا ايه خدنا rectangular وخدنا elliptical اللي هو المربع والمستطيل والدائرة والبيضاوي وخدنا اول الاربع options موجودين فيها اول اربع اعدادات وعرفنا الفرق بينهم السنجل رو والسنجل الكلمن ديت اللي هي خط عرضي وخط طولي لو جيت امسكهم ودوست click فهعمل لي خط بالعرض وهكذا لو عملت هعمل لي خط بالطول هتستخدمهم في ايه ان شاء الله خلال الفترة الجاية هنعرف الصيامة احنا حاليا بنعرف الادوات نفسها والمطلوب مننا ان احنا نحاول نبص على تصليمات ونحاول نفذ اللي موجود فيها انا ممكن مسلا روح عامل تحديد للدائرة اللي في النص دي وعايز مسلا لوينها بلون تاني فروح معا عمل تحديد للدائرة اختار مسلا هيوان situation برضو ومسلا ابدأ لوينها بلون تاني بالشكل ده مسلا ابدأ ازود situation ممكن اغمقها عندي بعد كده فيه ثلاث ادوات ثلاث مجموعة ادوات مجموعة اللاسو وعندي quick selection والmagic wind خلينا في الاول فيه اللاسو والبوليجون لللاسو والماجيناتك لاسو مجموعة اللاسو طيب اختارهم حرف ال L ده ما ابدأ اين عندي مسلا صورة زي الصورة بالشكل ده دي لو جيت احددها بالمربع صعب جدا وتاخد مني وقت كبير ممكن احددها بالمربع بس دي لو ميلة شوية مش عارف اشتغل بالمربع بالزبط عشان اغير لون جزء محدد بالزبط كده زي ما انتو قلت زي مستوصلة بحدد الاول بعد كده بغيره مش لازم تغيير لون ممكن تغيير اضاءة اعمل تأثير معين الكلام ده كل فبحدد الاول بعد كده بطبق التأثير ده بالنسبة للadjustment عندي اللاسو وعندي المجيناتك لازو وعندي الوليجونال لازو اول حاجة بالنسبة للازو دي تحديد يدوي يعني ايه تحديد يدوي يعني انا بدوس كليك وبسحب بالشكل ده ايه ما يكن بقى الشكل انا عايز احدده فبدا تعمل ايه تحديد يدوي يعني ايه يعني حسب ما انا بقى شي بيعمل تحديد الاولين كنت بستخدمهم ازاي كنت بادوس كليك وبسحب فهو بيدق من النقطة لان درست عليها كليك وبينتهي آآ عند النقطة اللي لما انا شلت داية من على الكليك يبقى دي اول واحدة اللي هي اللاسو بتعمل ايه تعمل تحديد يدوي عندي تاني واحدة اللي هي البوليجون اللاسو لو جيت مثلا حاجة زي كده دي تتعمل ايه تحديد تحديد مضلعات يعني مضلعات يعني بدوس هنا كليك بدوس هنا كليك بدوس هنا كليك بدوس هنا كليك كليك بافضل بدوس في كليكات فهو كل كليك يبدأ يعمل لي آآ مضلع اللي هي الكليك الاولينية وكليك التانية بيعمل بينهم خط مستقيم فبيكون لك في الآخر شكل مضلع طيب ده أفضل ولا الدايرة ولا المربع كل صورة بيكون لها الأداة الأفضل أو الأداة اللي هتعرف تحدد لك الصورة بشكل أفضل هرجع للنقطة الأولينية وجد نعمل زومين هلاقي كده جنب الأداة في دايرة ظهرت دا لما رجعت الفين للنقطة اللي أنا اتديت عندها معنى الدايرة دا دي إن أنا هقفل السيليكشن بدأ أفل السيليكشن بالشكل دا بعد كده مثلا أنا عايز أعكس التحديد عايز أحدد كل حاجة مع دا ليفضل فهعمل ايه هعمل سيليكت وعمل انفرس وهدأ أعمل بلاك اند وايت عندي نضني الأدجسمنت هلاقي حاجة عندي اسمها بلاك اند وايت لو دوست عليها كليك هلاقي حولتلي الصورة أبيض واسود أو أطبع عليها أي تأثير أنا عايزه ولو جينا نلاحظنا هنلاقي كل اللي هو جنب الأدجسمنت لير بتاع البلاك اند وايت جنبيه في اللي هي صفحة البيضة اللي تعودنا تطلع اللي هي اللير ماسك كلها لونها أبيض معادة الجزء بتاعها يفضل لو جينا نطبق على الصورة عندي احنا كده اللازو مجموعة اللازو قلنا أول واحدة بتعمليه بتعمل تحديد ده دوي بوليجونا اللازو بتعمل مضل عط الماجيناتك اللازو دي تمشي تبع الألوان يعني تمشي تبع الألوان أنا بدو سكريك ويبدأ أمشي هي تدى تضيف لي نقط حسب ما هي شايفة يعني حسب ما هي شايفة يعني هي شايفة إن حفة البطة لونها أصفر والبادجراون لونها أبيض فهي تمشي في النص بينهم هما الاتنين بس الأداة دي مش هتمشي مع صورة الريزويتشان بتاعها قليل أو صورة الألوان بتاعتها مفهاش فروق كبير يعني كده الأداة ماشي معي إلى حد ما كويس طب فرضا إن في كان نقطة طارت مني بالشكل ده في أكتر من نقطة خرجوا مني عن الشكل اللي أنا عايز وهدى أدوس باك سبيس اللي هي فوق الانتر اللي هي تمسح هدى أدوس عليها فكل ما دوس عليها مرة تمسح لنقط دوس عليها مرة تمسح لنقط وهكذا حدى تمسح لكل النقط اللي خرجت برا وابدأ أكمل من جديد ونرجع مثلا في نقطة خرجت مني فابدأ أدوس باك سبيس باك سبيس باك سبيس وابدأ أكمل عادي بالشكل ممكن مثلا أعمل زوم آت في نقطة كثيرة بتسرح مني وهكذا تمام نحاوي بس نخلص بالسور عشان الوقت وارجع لأول نقطة هلاقي نفس الدايرة هلجع نعمل زوم ازاي كنترول وزائد اللي هي الزائد لجنب باك سبيس هرجع لنقطة الأول هلاقي إن فيه دايرة ظهرت لي تاني جنب شكل الأدايا في دايرة هدى أدوس كلاك هدى يقفل لي التحديد ويحاول لي التحديد أنا عايز أخد الجزء ده نسخة نفسي بأي أدام الأدوات دايت فأنا بعد أما هحدد نفسي هبدأ أعمل هبدأ أخد من نفسي نسخة من غير الخلفية وابدأ أحط نفسي فيهن في الخلفية التانية في المشروع التانية أو الخلفية التانية ليه عشان يكون خلفية تاعة تشفافة فالتصميم التاني هو اللي يظهر أو الخلفية التانية هي اللي تظهر إزاي بقى أخد نسخة من الجزء اللي معموله تحديد لو فتحت قيمة لير فتحت نيو فتحت لير فيا كابي اللي هي أخد لي لير جديد من الجزء اللي أنا محدده بس أخده ككابي أخد نسخة ما تاخدش الأصل إيه الفرق إن كاد هياخد نسخة عارفين الفرق بين كاد و كابي كابي بياخد نسخة أما كاد بياخد الأصل ينسخوله في لير جديد زي بالضبط إيه زي ما أنت تاخد تصور ورقة وتاخد الورقة نفسها لو أنا مثلا فيه سين وخد ورقة من عين فدي كاد خد منه النسخة بتاعته أما كابي فأنا سين خد نسخة من الورقة اللي مع عين فدلوقتي فيه نسخة مع سين وفيه نسخة مع عين تمام طيب فاخد لير فيا كابي نتكلمنا عن الفيزيبليتي العين اللي ظهره جنب اللير فلو جينا نخفي العين دي ندس عليه كليك اللي هي جنب البيجراون هتبدأ البطة تظهر معايا وحوالين البطة اللي ظهر مربعات الأبيض في جري يعني ايه معناها ان هي شفاف معناها لو حدت الصورة بالشكل دست كليك وانا مسك الموف تقول دست كليك على الصورة وبدأت اسحبها حد فوق الشريط اللي في المشاريع اللي مفتوحة وسبتها هنا فهتدى ايه البطة ظهرت معايا بالشكل ده ممكن اخفي التأثير ده ظهرت معايا بالشكل ده وموراهاش خلفية بيضة اما لو خدت البيجراوند بالشكل ده هلاقي وراه خلفية بيضة طيب هل دي اسهل اداة ممكن احدد بيها الشكل ده او النوع ده من الصور اكيد لا نيجي بعد كده الادات الماجيك ويند بتعمل الماجيك ويند اللي هي العصة الصحرية زي ما احنا بنقول دي لما بيقى عندي صورة الخلفية تاعتها الوانها واحدة ابيض اخضر ازرق ايام ما يكن بس الوان واحدة او فيها فروق بسيطة جدا بابدأ دوس كليك بتبدأ ايه تحدد لي الجزء اللي في اللون ده كل فهي كده حددت لي كل الخلفية البيضة بكليك واحد طيب بس انا مش عايز احدد الخلفية انا عايز احدد ايه البطة هي كده حددت لي كل حاجة مع البطة فعايز اعمل ايه عايز اعمل عكس للتحديد بعمل عكس ازاي عن طريق select و inverse تمام بعد كده ممكن اخد منه copy تاني ادخط copy ازاي layer بعد كده بختار new بعد كده layer via copy او ctrl j الاختصار بتاع نحاول نسجل الاختصارات عشان واحدة بنطبق نستخدم الاختصارات دي فبدأت تاخد نعاية برضو ايه بشكل الاخت دي التاني احنا خدنا ايه قبل ما خش في quick selection خدنا rectangular وخدنا elliptical اللي هو المربع والمساطيل والدايرة والبيضاوي وعرفنا بنستخدمهم ازاي وعرفنا الاربع خصائص اللي موجودين فوق خدنا اللاسو هتلاقوا برضو فيهم نفس الاربع خصائص بيعملوا نفس الحاجات بنفس الشرح اللي احنا اخدنا يعني مثلا لو انا عمل تحديد بالشكل ده كده عايز اضيف له حاجة تانية فممكن اختار تاني خاصية اللي هي الاد وابدأ اضيف له حاجة كده عايز امسح حاجة فاختار اللي هي السابتراك اللي هي حتى الماجيناتك اللي هي جاي المناطيس هي حتى الرسمة اللي عليها شكل المناطيس هي تنجز بحسب الالوان بعد كده اخدنا الماجيك ويند دي عرفنا ان انا لما بدوس كليك على منطقة فيها لون واحد يعني مثلا البطة دي جسم بتاعها لون واحد لا في درجات هو مش اصفر وفي درجات من الاصفر لكن الدرجات مش واحدة فانا لو دوس تكليك مش هيحدد الجزء كل تمام فممكن ايه روح اقيل له اد وده احد دي وده احد وده وده دوس كده فالاسهل ان انا حدد الخلفية واعكس التحديد في حد البطة طيب عندي بقى كده اكويك سيليكشن زي ما عرفنا كل اداة ليها استخدامها وليها مشاريعها اللي هتنفذها بقى احسن جودة يعني حاجة زي كده لو جيت استخدمت فيها الماجينات كلاسو هتاخد وقت كبير جدا ومش تطلع بنتيجة تحف قوي لكن الماجيك ويند في منت منت اي في ساكن تمام طيب الكوك سيليكشن لو جينا مثلا نجيب صورة زي كده هل يا ترى السماء لون واحد لا هي باينة قدنا ان هي لون واحد بس هي فيها درجات فانا لو جيت عمل زوم كده هتلاقي الدرجات تاعت السماء مختلف تلاقي في حاجات فتحة في حاجات غمق كم ده هتلاقي من اطراف السماء غمق هنا فتحة فانا مش هينفع هستخدم معها الماجيك ويند فهدأ استخدم معها ايه الافضل اللي هي كويك سيليكشن فدي باستخدم ها ازاي اول حاجة هلاقي ثلاث حاجات بدل الرابعة اللي هي النيو والاد والسبتراكت اللي بعد كده عندي صايز اللي هي معمول دايرة وعشرة عشرة دي اللي هي الصايز فهدأ اكبر في الصايز فهيدأ الدايرة تكبر معايا لحد دا ما حس ان الدايرة مناسبة وابدأ اشتغل بها طيب اختصار بتاعها ايه اللي هي التجبير والتصغير ان انا اتحكم في الصايز الدايل والجيم او اللي هي اكبر من واصغر من طيب فلو جيت ادوس كليك واسحب بالشكل ده هيدأ يحدد لي جزء فهدأ انا بعمل ايه بدوس كليك واسحب واسيب بس انا عندي هنا جزء اتحدد معايا زيادة غلط وجزء هنا اتحدد معايا زيادة برضو عن طريق الغلط فهبدأ اعمل ايه هبدأ اجيب اللي هي المسح وابدأ امشي على الاجزاء الزيادة اللي دخلت معايا فهيبدأ ايه يشيل هالي الشكل ده وهدأ دوس هنا هتدأ تشيل هالي بالشكل ده بس انا عايز احدد ايه النمر انا كده حددت السماء انا عايز احدد النمر بشي السماء بس الاسهل ان احدد السماء فحدد السماء بعد كده هخش على select و inverse فهيبدأ يكسل التحديد فانا دلوقتي بكون محدد الاخ اللي واقف قدامي بعد كده مثلا ممكن اطبع عليه تأثير معاين ممكن اخلي مثلا افتح شوية ممكن ازود contrast ممكن مثلا اختار حاجة زي color balance بس ارجع اخذ التحديد ده تاني وهدأ اعمل له color balance وهدأ مثلا ازود له الاصفر فعمل حاجة مثلا بالشكل ده ممكن مثلا فوق ده كله ارح اعمل ممكن اعمل color look up تمام بالشكل ده مثلا ممكن اقلي الوبستي زي ما خدنا المرة اللي فاتت الوبستي ماشي احنا كده خلص الجزئية ديت تمام جزئية بتاعت الادوات التاني هنرجع عليهم سريعا خدنا اللاسو بعمل ازاي بدوس click word امشي بالماوس فبيبدأ يحدد لي الجزء اللي انا مشيت عليه بالظفظ بالنسبة للبريجونال ببدأ دوس click و click ثاني فبيبدأ اعمل خط مستقيم click ثالث بيعمل خط مستقيم بين click ثاني والثالث وهكذا بيوسط خطوط بعضها فبيعمل معايا مضلعة طيب ماجيناتك لاسو بتبدأ تعمليه تبدأ تمشي حسب الالوان ده ابدأ دوس كريك وامشي بالماوس هبدأ تضيفلي النقطة تبدأ هي تمشي بالتحديد ولو في نقطة وسرحت مني فابدأ دوس باكس بيس تبدأ تمسحلي النقطة اللي خرجت عن مصرها طيب خدنا الماجيك ويند قلنا لو خلفية لون واحد درجة واحدة ابدأ استخدم ماجيك ويند بدوس كليك ابدأ يحدد الجزئية دي خدنا اكويك سيليكشن وده لو لون واحد بس درجات مختلفة فقدأ استخدم معاها اكويك سيليكشن لو انا دلوقتي عايز عامل لير جديد عشان نلون الشكل ده هعمل لير جديد زي عن طريق لير نيو لير او كنترول شفت ان اما الكنترول ان كان بتعمل ايه كان بتعمل نيو بروجيكت او نيو دوكمنت تعمل مشروع جديد تمام اما كنترول شفت ان بتعمل لير جديد واللير ده بيكون شكله شفاف بيقول لي عايز سمي الاسم لو حط له ناقا ملناش دعوه بس الحاجات اللي ديت لها تحتاجها الاسم ممكن القبستي ورده احنا اخدنا القبستي ممكن تغيره بعدين طيب فاما حاجة الاسم انا مسلا دلوقتي مش عايز اسمي اي حاجة خليه لير زي ما هو عملي لير جديد الايكون بتاعت اللير هي انا هنا باين فيها ايه مربع ابيض ومربع عن جري معناه ايه معناه ان هو شفاف فهبدأ اللون ازاي هناخد ادتين دلوقتي اللي هي البنت باكت او طريقتين اسف بنت باكت او اللي احنا بنقول عليها الجردل او الدلو تمام ده بعمل ايه باختار اللون اللي في الفورجراوند اللون اللي انا عايز املى بيه ولياكم مسلا اللون ده وابدأ ادوس كليك فبدأت لونتلي الجزء اللي انا عملله تحديد يبقى دي اول طريقة ان انا بجيب اداة البنت باكت اللي هي اختصارها حرف جي وبعد كده ادوس شفت جي لانه هي ثاني واحدة اللي هيكون ظاهر عندي الجريدينت اللي هو ايه اللي هو التدرج فانا اختار ثاني واحدة اللي هي البنت باكت ديت وابدأ ادوس اختار الفورجراوند كالر اللون اللي انا عايز املى بيه وابدأ ادوس كليك فابدأ لون هالي طب الاختصار بتاعها ايه اللي اختصار بتاعها alt backspace alt واللي هو اللي فوق enter اللي هو بيمسح alt backspace تمام طيب لو انا مسلا دلوقتي عندي لون تاني هنا ولياكم مسلا ده عايزة لون بيه بس على اللير جديد فابدأ اعمليه هابدأ ادوس كنترول شفت ان عشان اعمل لير جديد او من لير اه نيو لير دوس انتر وابدأ ادوس كنترول باكس بيس كنترول باكس بيس بتلون لي بالباكجراوند كالر ممكن مسلا اجيبي الموف تقول وراه ما احرك اشيل التحديد اهم نسيت اقولها ديت طيب انا عامل سيلكت دلوقتي صح السيلكت لسه ظاهر معي حاجات بيضة وصودة بالشكل ده فلو دخلت عقائمة سيلكت هلاقي عندي حاجة اسمها دي سيلكت دي سيلكت معنى ايه نو بيشير التحديد ده طيب هابدأ امسك الموف تقول وابدأ احركها ممكن مسلا ابدأ اخفف الاوبستي بتاع الاثنين مسلا بالشكل حدد الاثنين وابدأ اخفف الاوبستي بتاعها مسلا بالشكل ده ايا ما يكون الشكل اللي هيطلع معايا يبقى احنا اخدنا ثلاث طرق خدنا عن طريق البنت باكت اللي هي بعد الجردينت صار حرف الجي خدنا الالت باك سبيس اللي هي بتلون لي بالفورجراوند كالر وخدنا الكنترول باك سبيس بس انا لو عم مش عامل سيلكتشن واستخدمت اي واحدة من دول هتلون لي الصفحة كاملة يعني ايه يعني انا لو عملت لير جديد من غير تحديد رح تدايس أل ville الصفحة كاملة بال باللون ده طيب ناخدنا برضو ترتيب اللي هازب Iti في اول محاضرة فانا لو مسكت دي Local مسك ما يكون اللير اللي في اللون ده تنزله تحت هيبدأ ايه يحصل معايا هيدة الأشكال دي تظهر ليه لانا كانت مختفية ورا اللير ده طيب نرجع الاسئلة لما انسخ شكل اضيفه في لير جديد لا هو انا بعمل لير جديد بعد كده بلونه تمام طيب انا فرضا عايز انسخ شكل انسخه ازاي اروح دايس عليه واروح اعمل كنترول جي او من لير ونيو ولاير في كابي او و m and cbc في اكثر من طريقين بقيت طيب دكن رانا كنت بعامله انا النبان سيليكشن كان فاضل عندي كان لسه موجود فبدوس honn وعامل لير جديد وبدأ الاول عنال LayR الجديد زي بالظبط انت عندك شكل معين الشكل مسلا ورق مفرغة فانت تتوح جاب الورقة المفرغة دي فقدتها على ورقة ثانية وتروح ملون ترجع جاب الورقة المفرغة دي على على شكل على ورقة تانية وتروح ملون فانت عبقى عندك ايه ورقتين بنفس الالوان دي ده بالضبط نفس الفكر السيليكشن عبارة زي ما يكون بالضبط ورقة مفرغة ليه ستنسلو الكلام ده ان شاء الله احنا هننهي المحاضرة دلوقتي وهكون ان شاء الله في انتظاركم يوم الاربع جاي الساعة تسعة تمام يريد نكون طبقنا التلات التلات تسقط تاعت التلات مشاريع وان شاء الله نتقابل يوم الاربع الجاي ولو في اي استفسارة انا اكون معاكم ان شاء الله على الفيسبوك السلام عليكم